وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السلع الرسمية وتمكنت الوزارة من ضبط 500 قضية تموينية بمضبطات بلغت 731 طن مواد غذائية وغير غذائية خلال 24 ساعة وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 635 طن كما تم ضبط 91 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيدة من السلع الرسمية وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 734 قضية من بينها 184 قضية خبز ناقص للوزن و112 قضية خبز غير مطابق للمؤصفات أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب منظومة توريد وتداول القمح المحلي فقد تم ضبط 11 قضية بمضبطات بلغت 130 طن أقمح محلية